مساحة استخدام أنظمة الدفع الألكتروني في القطاعين العام والخاص تتسع حكوميا وزارتاء الصحة والنفط أولى الوزارات التي احتمدت النظام في تعاملاتها المالية في عدد من مؤسساتها نجاح الأنظمة هذه في القضاء على انعكاسات الدفع الورقي سهلت تعاملات النقدية بطرق فعالة وموثوقة بدأت تعميم العمل بكافة محطاتنا في جانب الكرخ والرصافة التي تقدر في جانب الكرخ ما يعادل الـ 31 أو 32 محطة وجانب الرصافة بحيث 22 محطة طبعاً لكل المحطات غطت أجهزة الدفع الألكتروني حسب توجهة سيد رئيس مجلس الوزراء الشهر السادس حزيران يتم عملية زيرو كاش إن شاء الله بكافة منافذنا الحكومية والأهلية بالإضافة لكافة القطاعات المستفيدة منها المعامل منها المضاقات وزارة الصحة تتجه بالتدريج نحو الاعتماد التام الشامل لكل منافذها لطريقة الدفع الألكتروني وهذا ما بدأت الوزارة به فعلاً عشرات المؤسسات حالياً تعتمد نظام الدفع الألكتروني لكن خطة الوزارة أن تكون جميع المؤسسات جميع المنافذ التابعة لوزارة الصحة تعتمد نظام الدفع الألكتروني إكمال طريق الالتزام بالآليات المالية الدولية وبالتحويلات النقدية إجراء تسير المؤسسات الحكومية عليه وفق منهاج الأصلاح المالي الذي تنفذه القيادة العراقية مختصون يرون أن هذه الخطوات وإن كانت في بداياتها لكنها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاملات في الاقتصاد المحلي مثل هذا النظام سيدعم أن يكون لدينا عقود تجارية طويلة الأجل مع مجهزين وبخصومات تتناسب مع مستوى الاستهلاك وتدريجياً يمكن أن يكون هو حافز للمستثمرين لتحديد إمكانية الاستثمار في هذه السلعة ويعمل البنك المركزي على تطوير وتعزيز البنية التحتية اللازمة لإنجاح التحول الرقمي بالتعاملات التجارية واحتماد أفضل المعايير والتقنيات العالمية لضمان سهولة استخدام أدوات الدفع الألكتروني المختلفة وعكس أمنها على أموال المستخدمين أفراداً أو مؤسسات عباس نعمل العراقي الإخبارية بغداد